تصريح من ميليشيا الحوثي بقبول الدعوة أو المبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في الصباح وفي المساء تصعيد عسكري وإطلاق صواريخ نحو الرياض وفق هذه الاستراتيجية تتعامل ميليشيا الحوثي أي لا يمكن لأحد أن يمسك لها طرفا أو يعصب على وعد منها وفق التعبير الدارج في اللهجة اليمنية وزارة الخارجية اليمنية قالت إن استمرار الهجمات الصاروخية لميليشيا الحوثي تأكيد على عدم رغبتها بالسلام وأوضحت الوزارة في بيان لها إن استهداف السعودية بالصواريخ الباليستية يؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية لميليشيا الحوثي وإصرارها على العمل كأداة تخريبية في المنطقة وأضاف البيان إن الاستهداف الصاروخية للمملكة يؤكد مضي الميليشيا في نهج التصعيد العسكري وتقويض كل جهود التهديئة التي دعت إليها الأمم المتحدة مؤخرا أما التحالف فكان قد أعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي صوب الرياض ومدينة جازان جنوبي السعودية ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم التحالف ترك المالكين إنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح بسبب سقوط بعض الشضايا لكن الدفاع المدني أكد إصابة مدنيين اثنين جراء سقوط شضايا على أحياء سكنية في الرياض ناشطون سعوديون تداول مقاطع فيديو تظهر سقوط الصواريخ في الرياض إذن فقد دشنت ميليشيا الحوثي عامها السادس بهجوم في عمق المملكة التي فشلت في حربها على الميليشيا ونجحت في إدخال البلاد في مزيد من التعقيدات والفوضى شكرا